مبارح كان في لقاء مهم سلمان الدسري وزير الإعلام السعودي أول زيارة هذا الرجل عين في هذا المنصب ربما من حوالي سنة تقريبا تقريبا حوالي سنة هو كاتب صحفي شرق الأوسط جريت شرق الأوسط سعودية وكان في قناة العربية مسؤول عن قناة العربية والحدث وعين وزيرا للإعلام أول زيارة لي كانت لمصر مبارح مبارح كان عندنا لقاء مهم جدا الصبح في مقر المجلس الأعلى تنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحف الأساس كرم جبر سيدة الوزير بحظة طبعا كل مقر المجلس مع السفير أسامة نقلي السفير المملكة العربية السعودية وطبعا حرص سيدة الوزير على مصافحة الجميع كل من كانوا موجودين في هذا الاجتماع كل الزملاء أدي عمر الخياط طبعا رانيا هاشم وطبعا سيدة المشهر محمد المعبادي أمين عام مجلس الأعلى لإعلام وهذا اللقاء المهم مع الوزير وزير سلمان الدسري نشأة أديهي مصطفى بكري مين كمان جنب مصطفى محمد علي خير فيه كمان هبة الأباصيري عزة إبراهيم الأهرام يكلي فيه كمان الصالح الصالحي المجلس الأعلى للإعلام فيه عدد كبير من الزملاء والزملات اللي كانوا حضرين في هبة جلال كمان زميلة هبة جلال وجمانة ماهر نائب عماد خليل في تامر حنف في قاهرة الإخبارية شادي شاش اكسرا طبعا وفد ورافق كتابة الوزير سلمان الدسري موجود عدد كبير محمد الحرسي رئيس هاية الإزاعة التدبزين السعودية عبدالطيف عبدالطيف رئيس هاية تنظيم الإعلام السعودية الدكتور خالد الغمدي وكيل وزارة الإعلام للاقات الإعلامية والدولية مهندسة إسراء سيري مديرة مكتب وزير الإعلام خالد بوعالي مسشار وزير الإعلام السعودي علي الزيد مسشار وزير الإعلام مهندس حاتم أبو النصر نائب رئيس هاية الإزاعة وتلفزيون وتركي العمري مدير العمليات الإعلامية بالعلاقات الدولية السعودية وفد إعلامي كبير يرافق الوزير سلمان الدوسر وزير الإعلام السعودي ومن مصر طبعا كان وفد أيضا إعلامي كبير كان حاضر هذا اللقاء هبا جلال فيه طبعا من قناة المحور وجابر الأرموتي وأحمد عبدالصمد تلفزيون المصري وعلي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة انباء الشرق أوسط أكرم الأصاصة رئيس مجلس إدارة اليوم السابع عمد دين حسين رئيس تحرير الشروق على الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم عمر خليفة محمد مصطفى شردي عدد كبير أسماء يوسف زملتنا الإعلامية أيضا في التلفزيون المصري وجمانة ماهر أيضا في التلفزيون المصري صلاح مهران في MBC أحمد نديم في الشركة المتحدة عدد كبير أيضا كانوا حضرين أتمنى أنه ما كنتش نسيت حد ولو يعني أي حد نسيته يعني عزرا بحاول كل الزملاء والزملات لأنه مبارح يعني كان أيضا زيارة ولقاء مهم سلمان الدوسر وزير الإعلام السعودي طبعا سعد سفير أسامة نقل له كل التحية أيضا والتقدير وعلى أيضا والدكتور أمون الحديدي طبعا كانت موجودة مبارح وسيد الوزير سلمان الدوسر هذه الزيارة تؤكد وزي ما بقول كده الأمر وزي ما قال سيد الوزير وهو بيتكلم قال أنا مكلف كده إحنا ومصر محدش أبدا أبدا يعني يتكلم على أنه فيه أي شيء في العلاقات العلاقات على أعلى مستوى قال كده العلاقات السياسية بين قيادتي البلادين في أحسن حالتها رقم واحد رقم اتنين قال أنه التنسيق مع مصر ده أمر مهم بالنسبة ليه نحن في المملكة وقال وليه العهد الأمير محمد بن سلمان كده قال كده يعني سيد الوزير سلمان الدوسر قال الجملة اللي هقولها لحضراتكم بشكل واضح على علاقات مع مصر خط أحمر يعني بنتكلم بهنا على كلام واضح هذا الرجل مسؤول عن إعلام السعودي كله تم تكريم طبعا من جانب أستاذ كرم جبر بتقديم درع المجلس الأعلى لإعلام كلم سيد الوزير سلمان الدوسر على أنه مصلحتنا الاستراتيجية مصر شكل واضح قال طبعا قوة مصر هي قوة لنا كلنا المملكة والعالم العرب ولكن أنا بتكلم على كل قوة مصر وهمية مصر وقال دي مسألة يعني في منتهى القوة كلام اللي قالوا سواء الصبح هنا في هذا الاجتماع معانا وبالليل حتى في مقر السفير أسامة نقل كان فيه عشاء بالليل وكان حضره عدد كبير جدا منهم الوزير أحمد عيسى وزير السياحة دكتور نيفين الكيلان ووزير الثقافة دكتور زاهي حواس دكتور مصطف الفئة دكتور عبد منام سعيد سليمان جودع فتاح الجبالي يعني بحاول مجموعة من الأسماء الكبيرة للبارزة اللي كانوا حضرين وموجودين امبارح أشرف سلمان عدد كبير أيضا كانوا حضرين امبارح فيه بالليل فيه منزل السفير أسامة نقل قال نفس الكلام ويمكن زاد عليه كمان بشرح تفاصيل كتيرة جدا ودايما ناخد بالنا حتى يمكن اتكلم على قال احنا بنعتز كمان بمشاركة الفنينين المصريين وقال كمان عندنا أكتر من 2 مليون مليون مواطن مصري موجودين في المملكة العربية السعودية وقال دول تحديدا دول موجودين في بيوتنا وقال أنا بتكلم هنا قوة نعمة موجودة في بيوتنا في بيوتنا في المملكة وبالتالي احنا بنتكلم على قوة كبيرة جدا مصر موجودة المصر دايما في أي شيء مصر قال يا جماعة انتو بنتكلم في أمر يعني من المسلمات ما بين مصر ومملكة العربية السعودية